اشتركوا في القناة فقد كانت الجماهير الشعبية وسلة ضغط الحزب ضد سلطات الاستعمار الفرنسي وقد لعب الاتحاد دورا تأثيريا بقيادة فرحة حشاد تواصل ارتباط الاتحاد بالحزب الحاكم بعد الاستقلال ولعب دورا محوريا في ترجيح كفة ما يسمى بالوحدة القومية ومثلت البعض الآخر نتائج لأزمة شاملة فبعد فشل تجربة التعاضد وإيقالة أحمد بن صالح في 8 جوان 1970 تم تعين الهايد نويرا الذي أنتهج سياسة اقتصادية ليبرالية متوجهة نحو إدماج الاقتصاد التونسي في السوق الرأسمالي العالمية ومنذ سنة 1973 انعكتت الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد التونسي وبذلك ترجع نسق النمو وتدنت المقدرة الشرائية وارتفعت نسبة البطالة أما على المستوى السياسي فقد توصلت سياسة هيمنة الحزب وازداد بوركيبة تمسكا بالنموذج الاحتكاري للحكم وأصبح بداية من مارس 1975 رئيسا مدى الحياة ومنذ ذلك الوقت ابتدأ الاختلاف بين الاتحاد والحكومة فيما يتعلق باتفاقية الشغل وصل إلى حد الاستدام في منتصف السبعينات وتحولت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية وخاصة عقب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة لانخفاض دعم الصندوق العام للتعويض وبدأت قيادة الاتحاد تشك في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لسياتة الحكومة وتزايدت الإضرابات على إثر فشل المفاوضات فحاولت السلطة السيطرة على الاتحاد العام التونسي للشغل وإضعافه سواء بالاحتواء أو التقسيم أو الإنقلاب أو التنصيب وفي هذا الإثار تندرج محاولة تنصيب فرحات الدشراوي في نوفمبر 1975 اجتدت الأزمة ولخريفة 1977 إذ أضرب عمال شركة النسيج سوجي تاكس بقصر هلال في أكتوبر 1977 حيث تدخل الجيش إلى جانب البوليس ثم أضرب عمال المناجم في 3 نوفمبر وفي نفس الفترة هدد عبدالل الورتاني وعلى الملأ بقتل الأمين العام للاتحاد لحبيب عشور وقد تقدم هذا الأخير بشكاية ضده في الأمر كما سمح له وزير الداخلية بحمل سلاحاً لاتفاع عن نفسه يوم الخامس عشر والساتس عشر من نوفمبر تقرر الهيئة الإدارية للاتحاد الإضراب لمدة ساعتين في كامل البلاد وقد ساهمت جريدة الشعب لسان منظمة في تأثير الشغالين وتوعية قرائها من عامة الشعب بحقيقة الأوضاع مما أدى إلى ارتفاع قياسي في عدد مبيعاتها ليصل إلى أكثر من 120 ألف نسخة وهو ما جعل السلطة تستهدف مقراتها ومطابعها وصحفيها على غرار محمد قلبي الذي اشتهر بكتاباته الساخرة حربوشة كنا أشرنا منذ مدة في هذه الجريدة إلى وجود عصابة في البلاد تنادي بسيلان الدم وقلنا إننا نفضل إن كان لابد من السيلان أن يسيل الحبر على الورق لأنه أرخص اليوم في السوق من المادة القانية التي لا تتحمل الطاقة الشرائية الضعيفة للخدام تكاليفها الباهظة وأرقنا حبرنا بغزارة آملين أن يطفئ ذمأ دراجولا في بداية ديسمبر 1977 تعالت أصوات قيادات في الحزب الاشتراكي الدستوري منهم عناصر من اتحاد الصناعة والتجارة تطالب بنصب المشانق للنقابيين وقد رد عليهم لحبيب عشور في جريدة الشعب قائلا يريدون لنا المشانق ونريد لهم الخير يوم 7 ديسمبر يضرب عمال شركة النقل يوم 8 ديسمبر يضرب عمال المناجم ثم رجال التعليم ثم 19 ديسمبر عمال شركة السكك الحديدية يوم 23 ديسمبر 1977 تتم إقالة وزير الداخلية الطاهر بالخوجة ويتم تعويضه بعبطلة فرحات الذي كان يمسك أيضا وزارة الدفاع كما تم تعيين زين العابدين بن علي كمدير عامل الأمن الوطني وقد أصر المكتب التنفيذي للاتحاد يوم 24 ديسمبر بيانا ذكر فيه أن هذه التعيينات تمثل منعرجا في سياسة البلاد وتفاقمت المحاصرات والإيقافات يوم 4 جنفي 1978 أضرب عمال ديوان تربية الماشية وأملاك الدولة ونتجت عن ذلك عدة اعتقالات في إطار مجلس وطني إنعقد أيام 8 و10 جنفي 1978 كانت أغلبية ممثل الاتحادات الجهوية مع الإضراب العام وفي نفس الإطار يعلن الحبيب عشور عن استقالته من الديوان السياسي للحزب الحاكم يوم 10 جنفي 1978 كما استقال منها أيضا عدة من النقابيين منهم خير الدين الصالحي من اللجنة المركزية للحزب ثم تتالت استقالة جماعية من الحزب في صفوف النقابيين يوم 18 جنفي هاجمت عناصر من الشعب الدستورية المقر المركزي للاتحاد كما هاجمت عناصر من ميليشيات محمد الصياح مقر الاتحاد الجهوي بالقيروان وغيره من المقرات الجهوية بكامل البلاد قررت الهيئة الإدارية إذرابا عاما وبدأت الأحداث يوم 24 جنفي 1978 وتحديدا بعد الكلمة التي ألقاها لحبيب عشور بساحة محمد علي بالعاصمة صحبة أوتو كريستن الأمين العام للكونفيدرالية العالمية للنقابات الحرة يوم 25 جنفي انطلق الإذراب بسفاقس وقد تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بسفاقس عبد الرزاق غربيل وفي نفس اليوم تمت محاصرة المقر المركزي للاتحاد يوم 26 جنفي سعي النقابيون لإنجاح الإذراب العام ورغم التدخل البوليسي وتدخل الجيش شهد ذلك اليوم مهاجمات لبعض المؤسسات قامت بها عناصر ميليشيات الحزب الاشتراكي الدستوري لتشويه التحرك النقابي كما تواصلت الاعتقالات لتصل يوم 27 جنفي إلى 300 معتقال من القيادات النقابية التي كانت محاصرة داخل مقر الاتحاد منذ يوم 25 جنفي 1978 وبدأت المحاكمات يوم 28 جنفي 1978 وأصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة القضي محمد الطهر بلعاب الفاتمي حكما بالسجن ضد مجموعة أولى من النقابيين تتكون من 24 شخصا تروحت بين 6 أشهر مع تأجير التنفيذ إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات يوم 25 من فيفري انعقد المؤتمر السوري الذي تم خلاله تنصيب قيادة جديدة يقودها التجاني عبيد ثم تنصيب هياك السورية بالاتحادات الجهوية وتحولت المطالب من السعي إلى تحسين الوضع المادي والمهني إلى المطالبة بإطلاق صراح المعتقلين وقد تمثلت أهم التجاوزات في التعذيب الذي كان ممنهجا ضد جميع الموقوفين توفي تحته حمادي زلوز وحسن الكوكي وعلى إثره ساعد جاكي 26 جنف 1978 يعتبر تاريخا نقابيا وسياسيا واجتماعيا فارقا إذ كان يمثل ولادة قيصرية لاتحاد مستقل عن السلطة السياسية هيئة الحقيقة والكرامة لينا لولادنا ولبلادنا